ترى هي كان تكون مفاجأة لو يقصى البرتوغال صحي lifting لكن تكون مفاجأة ككل العالم ولكن أنا ما نظمش البرتوغال باللعبين اللي عنده بالأرمادة اللي عنده يلعبون فيه يعني في البطولة الكبيرة الأغنى والأحسن وكذا في العالم البرتوغال عنده المنطقةTO البرتوغال على الأقل على الأقل ربعا نهائي نصف نهاية عنده أحسن اللعبين يلعبوا فيه أحسن الأندية مدربة كبيرة عقلية واحدة اخرى انا نظن وشفنا على الاقل على الاقل في المقابلتين تحس باللي كان واحد النضج كبير لعبين هم مثلا رونالدو يلعب خامس مونديال خامس مونديال هدف فرصة اخيرة لهذا لا فرصة اخيرة لهزيد يعني راه يحطم في الارقام القياسية تحس باللي عندهم شغول جيين جيين شغول ينفرجانس جيين يديروا حاجة في كاس العالم انا نظن تأهل تحهم منطقي ومنطقي جدا انا نقول لك لو لو مثلا اقصي المنتخب البوتوغالي نجمع نقول هذي مفاجأة اكثر يقصر ولكن المنطقة تعالكوعة نظن مع المنتخب البوتوغالي كان في ركزت على نقطة قلت بانه اصرار اللاعبين على البروز في هذه الدورة كبيرة كريسيانو رونالدو امس الكورا لم تلتسق حتى بشعره قال بانه الهدف لي ماذا يحتسب لبرونو في مهاتف؟ لا ولكن اليوم احنا ولت عندهم واحد الهاجس يعني تحطيم الأرقام القياسية اليوم هذا رونالدو يلعب خمس مونديالات يحب في كل مونديال يسجل يكون هو الهدف تاريخي ما نش نهدو على اللاعب يعني يتجاهل ذلك هذا اللاعب يعني من قولك اناليا هو وميسي وبعض الأخير هم من كوكب واسمه وحد أخير ولما يروحوا هذو يقولك مصطفى واسمه لاعب كوري يقولك لما يروحت للمطرح هذا اللاعب يسم الله جنراسيون وراهم لي جيين واسمه من الله بالك من الزبان بابي بوتات ولا أندو جوا ما كاش هذي العراس تعلي جوا بدت تخلاص ترجمة نانسي قنقر